مرحبا، أنا محسوب كون ما بحب العبارات النظرية إنه تعريف التشبيح هو كذا كذا أو إنه شبيح هو الشخص الذي كذا كذا خيوه باختصار أنت بتدافع عن قضية وطنية فأنت مانك شبيح لكن أنت إذا بتدافع عن شخص وغالباً بيكون هذا الشخص مجرم فأكيد أنت شبيح والشبيح ما بيدافع عن المجرم أو الشخص اللي بيشبح له بالحكي، بالحجة، بالبرهان لا 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 لا، أبداً بيطلع مين هو اللي عبينتقد هذا الشخص حتى لو كان انتقاد بسيط وعادي فبيقول له أنت وأمك وأختك ومرتك وبنتك يعني تقريباً فاتحين كرخانة وأنت مجرم وأنت نصاب وأنت حرامي وأنت أوسخ ولا بيجيب سيرة أنه هذا الشخص إيش وقال عن الشخص اللي هو بيشبح له تقريباً والتشبيح مو رأساً مفهوم تشبيح طلع وصورنا نعرفه بهذا الشكل لا، هو بدي إله بدايات وإله تطور درجة للتوضيح الشخص اللي بيطلقوا عليه بمصر اسم بلطجي بيشبه أحد أنواع الشبيحة وليس الكل لأنه نحن إنه في درجات أو في أنواع من الشبيحة نحن بالتسعينات صرنا نسمع بهذا المصطلح بعدين صرنا نتسأل أنه منين إجا ففي ناس شرحوا منها أنه في سيارة مرسيدس ألمانية SW140 هاي كانوا مسمينا الشبح طبعاً كان في منافسة بين شركات السيارات وطلعت ألمانيا بسيارة المرسيدس هاي الشبح اللي سموه الشبح هذول اللي عملوا عصابات مقربة من سلطة آل الأسد غالباً في الساحل يعني كانوا يقولون لهم شبيحة لأنه صاروا أول ما طلعت هاي السيارة يركبوا ومعهم أموال ما بتاكلها النيران من خلال النصب والاحتيال والأدوان على الآخرين والصلبطة ولذلك صار اسمه شبيحة وكان في قافلة لجميل الأسد للتهريب تقوم بأعمال التهريب ست سيارات مرسيدس شبح والشبابيك تبعها البلور في مي يعني اللي جوه بشوف اللي بره اللي بره ما بشوف اللي جوه فهذول ينزلوا الصبح من القرداحة على حلب أخذين بضائع مهربة شو هي ما حدا بيعرف مخدرات أسلحة كذا ما حدا بيعرف وبيرجعوا هذول السيارات من حلب بطريق اللازقية حلب الأديم وهذا تبع الأساطلة بمر بالأساطلة لهذا الطريق ديء ومتعرج والسيارة ليه ما له سهل ولكن هن لأنه مستعجلين بدي وصلوا بضاعتهم ويرجعوا لأنه هن بيعتبروا البلد لهم وطرقات لهم فكان إذا حدا من السائقين مثلا سائق كاميون شاحنة ما عبي حسين يعطيهم طريقة بيزمروا له وبيفتحوا له الضولة لأنه إذا ما عطاهم طريق وطلعوا ممكن يعمل حادث فبدي يعطيهم طريق فما بيحسين مثلا بهالظرف معين فكانوا بعد ما يتجاوزوا يوقفوا ينزلوا يوقفوا للسائق يعملوا له قتلة وتعبوا طريقهم وفي قللهم قصص كثير نحن الشباب أصدقائنا من جسر الشغور حكونا عنهم لأنه هن يمروا في جسر الشغور طبعا حكونا عنهم أكثر قصة أنه واحدة منهم كثير عجبتني أنا أنه في شاب نص أجدب يجوا وشافوا حبوا يتمسخروا عليه صاحولوا قرار بطلعوا ونزلوا من السيارات أني معهم بواريد طبعا روسيا تعال هون إجا قالوا له أنت شو بتشتغيل ما بعرف إش قالوا هو أنا يعني ما بشتغيله كذا هو شاب نبين عليه ما عنده إجابات يعني قالوا له نحن إلا رايحين حلب نرجع المساة من للاقيك هون ما بصير تحركها دير بالك وراحوا فهذا لأنه عقله خفيف وخاف منهم شافوا معهم بواريد ما سرجع يروح ضل واقف شي ساعات يعني لبيب ما رجعوا ولما رجعوا لقوا نزلوا من السيارة وبدون بقى يمزحوا معه وخرطشوا البواريد قالوا له يلا يا شاطر ضروط قالوا له عملك ضروط مانا نقوس لك يلا فهو أولا خوفان الظاهر اتخذ معه طرق فص ولا شيء أو سورك بو سيارات ونراحوا ملاحظة جانبية أنه جميل الأسد هو أخوه لحافظ الأسد وهذا كان يعني بده يأكل سوريا أكل بفترة وجوده إلى جانب أخوه خاصة بعد ما وقفوا وطنينات ونضد رفعت وطالع ورفعت من البلد فهذا الجميع اللي يشتغل بالتهريب ويشتغل بالتخليص الجمركي وصار عضو مجلس الشعب إجباري عن البريد وما بريد عن دائرة اللازقية وكان التهريب تقريبا محتكر هو ومحتكر التخليص الجمركي ففي مرة في مجلس الشعب في أحد الأصدقاء الصحفيين فرجاني قصاصة مكتوب خبر أن عضو مجلس الشعب جميل علي الأسد يطالب الحكومة بالتشديد الإجراءات ضد التهريب فأنا قلت له له هي طبعا هي مثل النكتة لكن صارت قلت له لهذا صديق قلت له هو فعلا معها لأنه إذا الحكومة شددت إجراءات ضد المهربين الآخرين ما بتحسن هو يتقرب عليه ولذلك هو يستفيد المرحلة الثانية من مراحل تطور الشبيحة أو مصلح التشبيح تشكلت عصابات يقود كل عصابة شخص هو مسؤول ومدعوم ومقرب كثير من السلطة وهذا الشخص يشبه ضد بعض الناس لمصلحة بعض الناس بالإجراء بالكري يعني هذا شلون أنه أنا مثلا بإدلب عندي أرض إجا واحد استولى على الأرض أخذ هذه الأرض وهذا مدعوم هذا الشخص رح تعملت عليه دعوة فالدعوة هذا المتنفذ يحاول كثير أن يفشلها مثلا هذا القاضي متشدد بيقول له نقلولي هي على محل تاني عند قاضي تاني عند قاضي هو بيحسن يمون عليه أو يتفعله أو هين بيطلع من القضاء بالأخير أنا حسنت أخذ حكم عليه لنفرض يعني هذا الحكم وين هو بقى؟ بينبسط أنه صار بالتنفيذ هو له سيطرة على دائرة التنفيذ مثلا ما بيخليون ينفذوا الحكم وإذا رحوا ينفذوا الحكم العناصر اللي رح هي ممكن يؤوسون أو يقتلون يعني واحد مجرم فأنا ش بعمل بدي حدا أقوى من هذا يجيب لي حقي منه يعني ينفذ الحكم القضائي بس فبروح أنا عشبيحة هذا الرجل اللي عبقلكون اللي مشكلة لحصابي بقل له والله يا أخ يا معلم يا كذا أنا هيك هيك صار معي وهون أنا أخذ حكم بمليونين ليرة على هذا الرجل يا أخي خود مليون أنت وعطيني مليون حصلهم وخود مليون أو مليون ونص وعطيني خمسمية وساد بين أهل سوريا الغلبانين اللي ما عندهم حدا ساد عندهم اعتقاد أنه خلي يأكلها السبع ولا يأكلها الضبع يعني هاي رزقها خلي يأكلوا شبيحة بس ما بدي يعفلوا يهل هالواطي لها المجرم فكنا نحن نمولون لهدول الشبيحة بدون ما يكون يعني ما نفكر أنه نحن عم نمولون أنا بدي حقي محسن تحصله بحصل نصفه بحصل ربعه المهم هذا المتسلط الصغير فيه واحد متسلط أكبر منه أنا بروح بجيه عن طريقه وكان فيه عاملين مكاتب يعني فيه ناس عاملين مكاتب محاماة مثلا إذا أنت بتقول عنده بتوكله بروح للمدعا عليه بدل ما يروح يشتكي عليه بروح ويجيبه وجمعته بيأخذ لك حقك لا تروح على المحكمة ولا تجي على المحكمة بس هو شرط أنه هو بدي يأخذ القسم الأكبر من المبلغ اللي بدي حصله في العصر الحديث عصر الاتصالات عصر السوشيال ميديا عصر الكاميرا المحمولة اللي بصور زادت كثيرا نسبة الشبيحة وأصبح نوع هناك نوع من الشبيحة الألاميين يعني هذا اللي بيطلع بيعبر عن رأيه في التشبيه لفلان للمجرم الفلاني أو العلاني عن طريق السوشيال ميديا هدولي شغلتهم كبيرة جدا يعني عندك ناس يشبحوا للأسن أنت بكون فاتح بس مباشر عبتحكي فيه عن قضايا كذا وانت تعرف أنه أنت ما بتحبه لبشار الأسد وانت ضده بتعتبر أنه هو خرب سوريا بيدخل واحد بيشبه بيكتب تعليقات أنه عاشت سوريا الأسد وعاش حافظ الأسد وعاش بشار الأسد هذا منتشر جدا هذا النوع من التشبيه وبيسبك وعلى أمك وأختك ومرتك وشبيحة صدام حسين زادت نسبتهم كتير في الفترة الأخيرة ومع أنه صدام حسين مات صلوا عشرين سنة ميت وكل يوم عن يوم يزداد نسبة الشبيحة تبعه ليش شي غريب فقط لأنه هن متعصبين للسنة وهو السنة بتقولهم مجرم بيقولك أنت المجرم وأهلك المجرمين لا أتل شعبه بيقول لا ما أتل شعبه هؤلاء أتلهم عملاء يعني تصور إذا أتلوا مثلا نصف مليون عراقي أنه هؤلاء نصف مليون عراقي كلهم عملاء بيقولك نحن هو يدافع عن السنة والعرب يعني يقتل الكرد ويقتل الشيعة طيب ما أتل بالأنفال 180 ألف مسلم سني بين رجال ومرأة وطفل هن كرد يبقى لك لا هو أتلوا مو لأنه سني هو أتلوا لأنه كرد فالتشبيه ده صدام حسين ولما صارت قضية غزة هلأ في الأخير صار يطلعوا مظاهرات في دول أوروبا وعلمنا صدام حسين نموت وتحية فلسطين وينك يا صدام حسين إيش دي يساوي لكم صدام حسين صدام حسين يعني بزمانه ضرب صاروخين نزلوا شنيك في أراضي إسرائيلية هاي قصة صدام حسين اللي هلأ عاو يستنجدوا فيه وبعمره ما كان عنده قضية غير قضية قمع الشعب العراقي من أجل أن يستمر هو وأولاده في أكل العراق هاي قضيته الوحيدة هدول السوريين اللي بيحبوا يشبحوا فما بحسنوا يشبحوا هلأ هن طالعين ثورة وهيك وهن سنة ما بحسنوا يشبحوا لمن لبشار الأسد فبدون حدا يشبحوا له لأنه الإنسان الشبيح كمان لازم ننتبه لهذه الفكرة هو يتمتع بكل صفات العبد الذي يحب العبودية لأنه فيه عبيد يحبون التحرر يعني للإنصاف ما بدون هن عبوديتهم وفيه عبيد يتحرروا فعلا وصاروا أحرار فعلا ولكن هذا هو يحب أن يستعبده أحد أو أن يكون عبدا لشيء ما لفكرة ما لشخص ما فبصيروا عبيد له فيه ناس بيشبحوا مو لا شخص فقط لحركة حركة جهادية مثلا عندك حركة مقاومة الإسلامية حماس السنية طبعا إسلامية السنية حماس هدول ما في خطأ ارتكبته حماس ممكن يعترفوا فيه أنه هن كانوا عن بشار الأسد يا حبيب ألبي هدول كانوا حبايب ألبه لبشار الأسد بيقول لك لكن هن تركوه وليش تركوه؟ بطالع هو الخطأ تبعون عبارة عن مزايا لأنه هن كانوا قاعدين مبسوطين والبشار حاويون وعطيهم بيوت وخزم ما عندهم مشكلة بهذا هلأ هاي أسهل لسنا في شيء أكبر أنه هدول المسلمين السنة السوار اللي دائما من 2011 لليوم بيحكوا ضد إيران وبيعتبروا إيران أنه هي أجهضة السورة السورية وهي توسعي وخميني وشيعة ويا لطيف شو بكرهوهم بكرهوهم قره على الأتل ولكن لأنه حركة المقاومة الإسلامية حماس أخذت منهم تمويل وأخذت منهم دعم وأخذت منهم صواريخ وضربته على إسرائيل فخلال هذا أنا بسميه هنا الشبيه الألب ألب خلال ديئة ألب صار هو أنه قشوا عليه إيران على حبيبة ألب وهذول اللي عندهم يحروا القدس فيلق القدس اللي كان يقتلهم هو صار شهيد لأنه هنية ما بعرف مين اللي قال عنه شهيد القدس وهو جاء قتل السوريين واللبنانيين واليمنيين لمصلحة المشروع الإيراني تصدير الثورة إلى مناطقنا فهذا الشبيه مشكلته أنه عقله بتكيف قادر على التكيف مع ما تتطلبه عملية التشبيح من تقلبات بدي إليك بالأخير أنه في ناس فلسطينيين كانوا عمد جادل ومعي حول ممنوع التشبيح فقال فقط أنه التشبيح ظاهرة سورية أنتوا عنكم شبيحة نحن عنا قضية فأنا قلت أنه وين في عرب ومسلمون أين في عرب ومسلمون يوجد التشبيح لأنه تشبيح ليس فقط لأشخاص موجودين الآن يعني الآن أنت في شخصيات في التاريخ معروفين بإجرامهم ما بتسرجي تحكي اللي هون بيعملك مشكلة مو بيعملك مشكلة أنه على على اليوتيوب على التيك توك على للا تهديد بقتلوك هو التشبيح ليس ظاهرة طارئة اسمه صار جديد ولكن التشبيح هو ظاهرة التاريخية والجغرافية وفي عمق ثقافتنا وفلسفتنا وتاريخنا وكل شي نحن جماعة طول عمرنا عنا هذا الإحساس بالعبودية وبالدنيه تجاه بعض الأشخاص ولذلك منشبه لهم ولا يقتصر التشبيح على أنه ندافع عنه بالحكي بالكذا حتى بالسباب لا في كتير حالات التشبيح يصل إلى التهديد بالقتل ثم بالقتل وهذا شي ما بنضرب عليه أمس اللي حكينا عنه كثيرا الناس اللي هددون واللي أتلون واللي ضربون وأنا بقول أنه لا يمكن التخلص من هذه الظاهرة إلا بشيء واحد اللي هو التنوير التنوير هو العدو رقم واحد للتشبيح فكل ما زداد عدد الأشخاص الذين يقومون بعملية التنوير وهم صادقون ومحبون لهذه البلاد ولهذا الشعب ولا يكذبونه أبدا لا يكذبون عليه يعني بكل ما نقصت نسبة أو المعدل تبع التشبيح وكل ما أصبحت الأمة أقرب إلى أنه تنطلق نحو المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة